وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري اتفق عدد من أعضاء مجلس الشوخ على أهمية إجراء تعديل على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وذلك استكمالا للجهود التي تبدلها الدولة لمنع البناء العشوائي وفي نفس الوقت تصدي للبناء المخالف بتزامن مع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كثير من التعدلات يستدعي أن نحن نحيل قانون البناء وما أسير حوله من التعدلات إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة وإن الحكومة وعدت أن هناك كثير من التعدلات ستأتي بيها إلى اللجنة والمجلس سيتم منقشتها وإن شاء الله تعالى نرى القانون في شكله الجديد بعد هذه التعدلات اللي بتلبي رغبات أهلين وتنظم حركة البناء والتنسيق الحضاري داخل الدولة المصرية طالب معظم النواب بعودة القانون إلى اللجنة مرة أخرى لدراسته وإزالة جميع السلبيات وإزالة الملاحظات التي ألقاها السادة النواب وبعض النواب طالبوا بعمل قانون جديد لأن حدث مستجدات جديدة مثل مثلا التصالح قانون التصالح اللي نزل ففي متغيرات لازم ناخدها في الحزبان أنا سعيدة بعودة القانون مرة أخرى للدراسة لأن فيه مستجدات حصلت بذات بعد ما اتغيرت شروط البناء اللي كانت موطلقت 21 واضغيرت من كم أيام لابد من دراستها لأن أنا برضو بقول أن احنا لابد من دراسة متأنية لكل شيء النهاردة عودتها للقانون 119-2008 بالشكل وسوبه القديم لا يتناسب مع الوضع الحالي الموجود في الأرض المصرية كل ما تم من عمران على خلال العشر سنوات كان كفيلا بأن يجعل هناك قانونا موحدا للبناء الموحد في مصر في كل مدن مصر ولعدم تقرار عشوائية البناء